اول شي يا شباب في اي حاجة انت عشان تقدر تتكلم انت محتاج تتكلم جمل اكيد مش هتقول كلمات متقطعة والجمل دي لها انواع جملة خبرية ودي بتخبر بيها اجا اقول لك مثلا ليونيل ميسي اعظم لاعب في التاريخ كده انا بخبرك ان ميسي طبعا افضل لاعب في التاريخ طب اما اجسألك من هو او ما افضل نادي في افريقيا فانا هنا وجهتلك سؤال فبقت جملة استفهمية طبعا هو النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا دي ما فياش خلاف طبعا فبالتالي انا هنا وجهتلك سؤال ما افضل نادي في افريقيا او انواع الجملة التالتة او نوع الجملة التالتة الجملة الامرية اللي هي من الاخر كده بوجه بها امر اقول لك ايه اذهب الى النادي او بقدم لك بها نصيحة اقول لك ايه زاكر جيدا او بنهيك عن فعلي شيء اقول لك ايه لا تنام متأخرا او باقترح عليك شيء فلنذهب الى السينما فدي الجملة الامرية يعني دولت التالت جملة الاسيين وفي جملة كمان اللي هي الجملة التعجبية هتقول لي يا استاذ دي احنا عندنا تالت جملة بس هقول لك لا افتح كتاب الوزارة صفحة اربعة وسبعين هتلاقي في جملة جات لك جملة التعجبية فطالما حاجة جات في كتاب الوزارة يبقى خلاص معتمدة في المنهة حتى لو كنتوا بالخارجية مش جايبا خدوا بالكم يا جماعة من النقطة دي لازم تخلي بالك المذكرة بتاعتها هتما افتحها لك هوريك المذكرة اللي الاكاديمي بتقدمها فيها ايه فيها عندك اسئلة من امتحاد سنوية عامة سابقة اسئلة من نمزج الوزارة الكطع بتاعت كتاب الوزارة حتى الافكار بتاعت كتاب الوزارة انا جايبها لك فليه لاني ده هو المصدر مش هسيب المصدر وبص لحاجة الفرقية لا المصدر ذات نفسه فبالتالي جملة التعجبية موجودة طب استاذ من غير كلام كتير هي ايه الجملة التعجبية ده عشان مش عارفها؟ الجملة التعجبية او الفرازيكسيكلماتيف طبعا ديها شباب هي بتستخدم في حاجتين ياما ابريسياسيون ياما ياما استحسان ياما استياء يعني مثلا حاجة عجباني اولي يا لها من لغة جميلة حاجة مش عجباني اولي يا لها من مادة سيئة فدي استخدام الجملة التعجبية يبقى عندك اربع جملة ادسيين الجملة الخبرية الجملة الاستفامية الجملة الامرية والتعجبية اساس كل ده يا استاذي هي الجملة الخبرية ودي بقى اللي احنا هنتكلم ايه فيها الآن بص اول حاجة تعاني اخد نبزة كده عن الجملة الخبرية قال لي الجملة الخبرية بتتكاو من فاعل ثم فاعل ثم مفعول الفاعل ده اما اسمه اما ضمير اسم زي اي اسم مثلا الولد البنت التلاميذ او اسم شخص مثلا عادل محمد نوها سوها او اسم دولة اجيبت مثلا مصر او مدينة لكاعة قاهرة او كارة او رب الاخره اول فاعل ممكن يبقى ضمير زي الجه معناه انا تي انت اليل هو اليل هي انه نحن الو انتم او حضرتك اليلة بكاس هن طيب وطبعا الضمير اون والضمير سو ما يسويه هن تاني حاجة الفاعل والفاعل ده فاعل مجموعة اولى او فاعل مجموعة تانية او فاعل مجموعة تالت تالت حاجة كومبليمو او المفعول والمفعول ده مباشر او غير مباشر او مفعول ظرف طيب احنا كده خدنا نبزة بسيطة عن الموضوع ما تيجي نشرح الموضوع تعال يا ميسيو اشرح لي الموضوع ايه هو الموضوع فاحنا هنعمل ايه هنعمل ويت بورت وبعد كده استخدم جرافيك تابلت او تابلت او دي نشرح بيه تعال اكتب حسنا عشان يبقى الخط منظم الجملة بالعرب هي بتتكون من ايه؟ من فاعل اللي هو سو جي ثم فاعل اللي هو فاعل ثم مفعول اللي هو كامبليمو فاعل وفاعل ومفعول يا ميسيو ده تكوين الجملة بالترتيب يبقى عشان تكون جملة يا عزيز الطالب انت محتاج تجي بايه؟ اول حاجة فاعل تاني حاجة فاعل ثلاث حاجة مفعول بالترتيب فاعل ثم فاعل ثم ايه؟ ثم مفعول قلتلك انا بقى ايه؟ خلينا بالخراج الزهنية دي افضل للطريقة اللي أنا بشرح بقى دي الفاعل ده نوعين؟ والفاعل ثلاث انواع والمفعول نوعين او ثلاثة واحنا بنقسمهم من نوعين وهفاهملك ايه ثلاثة بنقسمهم من نوعين دولار دلوقتي طيب يا ميسيو هنا عزيز الطالب بالنسبة للفاعل الفاعل قال لي يا ام بتجيب اسم يا ام ضمير يا ام ضمير يا ام اسم يا ام اسم يا ام ضمير يا تاني كده يا ام اسم يا ام ضمير يا ام ضمير يا ام اسم سهلة وبسيط سهلة وبسيط طيب اسم زي ايه؟ زي علي نوها سوها تمام كده؟ طبعا الاسماء الاشخاص بالماجسكيل يعني حرف كابتال علي مثلا ممكن اقول مثلا لوكار القاهرة اسم مدينة اي اسم بقى؟ اي اسم يجي في دمارك؟ ضمير يعني ايه بقى ضمير؟ ده بقى الضمير ده تحفظها زي اسمك زي اسمك تيبيكل بالزبط ج وده معناه انا ت وده معناه انت او انت ال وده معناه هو ال وده معناه هي خبالك مش ال بحدش يقول ال ادخل جوجل واسمع ده اسمه ال ده ال واللي جنبه ال هو وهي عندك نو نحن فو انتم او حضرتك ال افكاس هم ال افكاس هن اهو يا ميسيور هو ده الضمير هو ده الكلام كميل؟ جميل يبقى فاعل وفاعل وإيه؟ ومفعول يبقى انا اول حاجة عشان اقدر اكون جملة بجيب الايه؟ بجيب الفاعل والفاعل يا اما اسمي يا اما ايه؟ يا اما ضمير يا اما اسمي يا اما ضمير طيب يا سيدي ندخل على الفاعل وده اهم حاجة في الجملة عندك الافاعل يا اما فاعل مجموعة اولى فعل خليها بالعرب كده مجموعة أولى يا إما فعل مجموعة ثانية خليها بالترتيب أحسن يا إما فعل تاني مجموعة ثانية يا إما فعل مجموعة ثالثة يا أولى يا تانية يا تالتة يبقى علماء اللغة الفرنسية شباب قسموا الأفعال اللي في اللغة الفرنسية كلها إلى ثلاث مجموعات أفعال مجموعة أولى أفعال مجموعة تانية أفعال مجموعة ثالثة والمجموعة الأولى دي مصدرها بينتهي بإيه Pues qu'on all the venerette o r. بالمجموعة الطانية مصدرها بينتائب er. يعني الفعل والسه في المصدر بينتائب e-r. والمجموعة الثالثة مصدرها بينتائب o e-r أو e-r أو Enter. طيب. كان لي. انت كلمتونا عالفاق الاطلع سهل. يأما بتجيب اسمي، يأما بيتجيب ضميق send Weird. بالنسبة للفعل، سهل برضو، عندك أفعال اللي هو الفرنسات هنقسم لثلاثة مجموعات Premier Group, Deuxième Group, Troisième Group، تمام كده؟ Premier Group المجموعة الأولى طبعاً ده لي قعدة، يعني لي طريقة في التصليف وهنقولها النهاردة أما المجموعة التانية ليس لها قعدة، آسف المجموعة التانية برضو ليها قعدة زي المجموعة الأولى فترأيتها سهلة، أما المجموعة التالتة ليس لها قعدة وتحفظ دي أفعال شازة، فبالتالي لازم تحفظ الكونجيجازون أو التصليف بتاعها يبقى المجموعة الأولى لها قعدة، الثانية لها قعدة، الثالثة ليس لها قعدة وتحفظ ونتكلم عن الحاجات دي دلوقتي عشان ما نزباش الأحداث أما بالنسبة للمفؤول فهو في حقيقة الأمر مفؤول مباشر أو غير مباشر أو ظرفي ظرفي دا اللي هو مفؤول، ظرف زمان أو ظرف مكان ظرف زمان دا مثلا صباحا، مساءا، بعد الظهر، السنة القادمة الكلام دا ظرف مكاني يعني أي مكان، النادي، هناك، الملعب، المنزل فهمني؟ ايه دي الفكرة بتاعي؟ طب احنا بقى عملنا ايه؟ احنا قلنا المفؤول الظرفي دا نضمه يا إما مباشر يا غير مباشر طب قل لي ليه؟ لأن يا أستاذ المفؤول نوعين، يا مباشر يا غير مباشر المفؤول ايه؟ نوعين يا إما مفؤول ايه؟ مباشر يا إما غير مباشر تاني كده قلنا يا ميسيو تاني كده، عرفنا تاني كده، المفؤول قلنا ايه؟ نوعين يا إما مفؤول مباشر يا غير مباشر عزيز الطالب، المفؤول المباشر ما هو؟ المفؤول المباشر هو الذي لا يسبق بحرف جر والغير مباشر هو الذي يسبق بحرف جر يعني لو الفعل ما فيش قبليه حرف جر إذن هو مباشر إنما لو في قبليه حرف جر يبقى غير مباشر فانت المفؤول الزرفي ده لو أنا مثلا قلت أنا أذهب إلى النادي إلى النادي ده زرف مكان بس في نفس الوقت مفؤول غير مباشر لإني قلت إلى النادي فالمكان تسبق بحرف جر ربطة يبقى مفؤول غير مباشر تببصي دي أنا أذهب الصباح الصبح أنا بروح الصبح بالبلد يوم الصباح دي مفؤول مباشر لإني ليس يوجد له حرف جر وفي نفس الوقت فهو ظرف زمان فبالتالي أنا بلخص أليك الأمور وبقول لك المفؤول مباشر أو غير مباشر يبقى لما أكلمك على المفؤول لإني ده جزء مهم جدا لإني ده هيفيدنا في درس في الواحدة الثالثة الدرس الثاني الجزء الثاني من الصفحة هو درس البعونوط برسونال الدمائر الشخصية وطبعا الدمائر الشخصية دي هتلاقيه في صفحة 64 في كتاب الجرامير جميل؟ جميل يا سيدي المهم يا سيدي طبعا كتاب الجرامير كتاب لوحده مذكرة لوحدة عشان كده بقول لك إيه؟ أرقامها المهم تعال يا سيدي أما كلمك تاني في المفؤول المفؤول نوعين مباشر أو غير مباشر المباشر غير مسبوء بحرف جر والغير مباشر مسبوء بحرف جر هذه هي الفكرة سيلة دي إنها الفكرة إنها يا ميسيو الفكرة يبقى أنا دلوقتي عندي عناصر تكوين الجملة عشان أقدر أعمل جملة هجيب إيه؟ هجيب فاعل وفعل ومفؤول تاني كده يا ميسيو عشان أقدر أعمل إيه؟ جملة الجملة طبعا هجيب سجي فاعل وفاعل ومفؤول طبعا يا ميسيو كلام جميل وكلام رائع جدا الفاعل قلنا إيه؟ الفاعل قلنا يا إما اسم يا إما ضمير يا إما اسم يا إما إيه يا ميسيو؟ يا إما ضمير يا إما اسم يا إما إيه؟ يا إما ضمير الإسم زي علي محمد مصطفى نوها سوها القاهرة الجيزة طنطة ألمينيا باريس فرنسا بنها تمام كده؟ ضمير بقى الضمير دي لازم تحفظه اللي فيكن سرفيل لبرونوس جي سي نسيسير لسفور لبرونوس جي دي ضرور جدا تعرف ضمير جي معنى أنا تي أنت أو أنتي إيل هو أل هي نو نحن فو أنتم أو حضرتك إلا فيك أس هم إلا فيك أس هن طيب يا سيدي كلام جميل جدا أما بالنسبة للفعل فهو الفعل مجموعة أولى أو تانية أو تالتة قلنا إن الأولى هي اللي بتنتهي بأو أر زي فعل إيه مثلا زي فعل بارلي في المصدر هو في الأنفينتيف بينتهي بأو أر المجموعة التانية بينتهي بأو أر زي فينير مثلا أما المجموعة التالتة بقى فدي قصة الوحدها ودي أفعال شازة والفيكن سربيلا كونجيجازون دي سيك غوب بلازم بتحفظ تصرفاتها فبالتالي بينتهي بأو أر زي أفوار طبعا كلنا عارفين أفوار أو أر زي بارتير أو أر أ زي آترة محدش يقول آترة اسمه آترة ادخل واسمع اتعلم صح اسمه آترة طيب يا ميسيو ده مجموعة تالتة المجموعة الأولى دي بقى لها طريقة والتانية لها طريقة والتالتة بتحفظ لإني ليس لها طريقة فبص يا أستاذ تعال كده دي نمسال واسم لك غوب بيقول لي ج بارلا لو فران ساني واحدة لو فرانسي جو كنت بكتب الأكسام بس جي بارل فرانسي أنا أتحدث اللغة الفرانسية قول لي هنا يا ميسيو قول لي هي غوب لدي إيه نوعا إيه بيقول لك جي بارل فرانسي أنا أتحدث اللغة الفرانسية فهدي جملة خبرية لإني بخبرك اللي أنا بتكلم فرانساوي جميل جدا قسم لي الجملة هدي الجملة بالتأسيمة هيك تعال معايا واحدة واحدة هدي فاعل جو هدي فاعل جو ودي فاعل مجموعة أولى أو فاعلة أموما بارل يتحدث ودي الفرانسي المفهول اوبا كدا أنا كونت جملة بكل سوале فاعلة وفاعلة ومفهول جو 가까ل لفرانسي جو دا فاعل ونوا إيه اسمه ولا ضمير والله دا جاي بقى ضمير أنا بارل دا فاعلة مجموعة أولى لفرنسي بقى الفرنسية المفهول دا مباشر ولا غير مباشر نسأل مين نسأل مين قولي يا هجر قولي يا هجر دا مفهول مباشر ولا غير مباشر لو فرنسي هاجر مش بترد. ليه كده هاجر? طب قولي يا نور. ده مفعول مباشر ولا غير مباشر? غير مباشر? طبعا اجابة خاطئة. عارفين ليه? لان الغير مباشر هو الذي يصبح بحرف غر. وهنا له يا جماعة دي اداة معرفة مش حرف غر. بص انا بقول لك ايه? انا اتحدث الفرنسية. اذا ما فيش حرف غر هنا. فبالتالي هنا المفعول ايه? المفعول مباشر. طب تعالوا ناخد جملة كمان. جاء لي. اه اه نو اللي هو نحن مشاهد. اه لا تي في. نحن نشاهد التلفزيون. نحن نشاهد التلفزيون. طيب. تعالوا معايا واحدة واحدة. نبتدي. بدكتورة ملك. دكتورة ملك. ادي الفاعل نو. ودي الفاعل ريجاردون. ودي المفعول لا تي في. وليلي بقى يا ملك. هو النو ده. الفاعل ده اسمه ولا ضمير? ضمير. طب طورة لان معنا نحن ضمير. جميل. والفاعل دوات مجموعة اولى ريجاردون. هنتكلم على الفاعل باستفادة دلوقتي. طب قولي لي. او لم يسبق بحرف ضر ولا انه سبق بادات معرفة. نحن نشاهد التلفزيون. فدي جمعة الاسسيات. انا عارف دوت ده الفاعل. اه وده الفاعل وده المفؤول. عشان اعرف اكون الجملة صح. عارفين ليه? عشان اعرف حل صح. وعشان اكتب المقالي صح. ناخد بالك انت لو ما بتكونش جملة. او مش متأسس كويس. سؤال المقالي راح عليك. عشان تبقى عارف. سؤال المقالي هي يا استاذ. راح عليك. بس كده. هو ده تكون الجملة. فاعل وفاعل ومفعول. ولنا لقاء في الحصة القادمة ان شاء الله نستكمل باقي الاسسيات. انا كده يا شباب آآ خلصت. في اول الحصة عرفتكم نظام الشغل. نظام المنهج. عملت حصة تعرفية للمنهج. تأسيمة المنهج. نظام الشرح. هنشرح ازاي. نظام التأسيس. هنأسس ازاي. بالنسبة كمان لنظام المراجعة تكلمنا فيه. قلنا ان الاكاديمي هنقدم لكم هنا المذكرات مجانية للطلبة لمشتركين. تمام? وبعد كده بقى تكلمنا آآ في الجزء الخاص بالشرح. وشرحنا جزء صغير. طبعا احنا زي ما اتفقنا هنبدأ السنة من اول التأسيس. شرط الالتزام ان شاء الله. انا دلوقتي اللي عنده اي اسئلة يتفضل يقولها.